تخيل انه تشتري بيت وتشوف فيه آلاف الدولارات هذا تحديدا اللي صار مع بوب كيتس عثر كيتس على 182 ألف دولار من أموال حقبة الكساد مخبأة في جدار الحمام في المنزل اللي انتقل إله حديثا حيث كان كيتس بيهدم جدران الحمام من منزل بيبلغ من العمر 83 سنة في 2006 عندما اكتشف صندوقين داخل جدار الحمام وفي داخلهم مغلفات بيضة عليها عنوان المرسل ومبالغ مالية بقيمة 182 ألف دولار فقرر كيتس انه يخبر صاحب المنزل عن المال ودخل في معارك قانونية مع صاحب المنزل وأحفاد العائلة المرسلة للأموال اللي تم العثور عليها من العنوان الموجود على الظرف وما استفاد إشي من الكنزل اللي اكتشفه وأنت ماذا كنت ستفعل إذا كنت ذمكانه للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today